أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد بمناسبة اليوم العالمي للتراث أقيم معرض لمحات حجازية وضم العديد من المصورين الفوتوغرافيين للمزيد عن هذا المعرض معنا نتابع التقرير التالي مع الزميلة آية سحرتي احتفالا بيوم التراث العالمي أقيم في جدة تاريخية في بيت باعشن التاريخي العريق معرضا فنيا دشنته مجموعة ومضة الفوتوغرافية تحت مسمى لمحات حجازية ضم هذا المعرض 22 عملا مميزا لأربع مصورات ومصور واحد معرض لمحات حجازية يبرز الحياة الحجازية عيام اجدادنا قبل 150 سنة كيف كانت فكانت الفكرة أن نجسد الحياة هذه في عمالنا بالعدسة الفوتوغرافية وكان بالفعل يعني عمل جدا صعب ومجهد لأنه يحتاج موديلز وملابس تمثل الفترة واللوكيشن يكون لحسب الفترة نحن نتكلم عنها والعمل هذا كله من مداية تكوين الفكرة إلى طباعة الصور أخذ مننا ثلاثة شهور بالضبط معرض لمحات حجازية الحمد لله تميز أنه كل من شاركين فيه قروب واحد اللي هو قروب وانضة كلهم طالبات عندي كانوا والحمد لله صاروا شركائي في النجاح اللي هم أستاذ نسرين جان وغلال منصور وفوز عبد العزيز وهنادي العمودي وبصراحة أنا أفتخر الحمد لله أن أنا أمدربهم لأن أعمالهم سبب نجاح المعرض هذا الحمد لله صورت لنا هذه الأعمال قصص وحكايات من يوميات الزمن القديم وأسلوب حياة الأجداد البسيطة التي عاشوها هي بالعكس صور تحكي قصص يعني بالنسبة للصورة هذه احنا صورناها كان موضوعها اللي هي سمرة شباب أو سهرة شباب كيف كانوا زمان الشباب بيجتمعوا في البيوت إما على الأسطحة أو في يعني إذا عندهم أحواش أو في الداخل بيجتمعوا بيلعبوا ألعب زي الضومنة ولعبة الكيرم فهذه كانت أحد أعمال اللي هي بتتكلم عن لعبة الضومنة كيف كانت زمان كان معرضنا يتكلم عن لمحات حجازية يعني جزء من التراث الحجازي كانت في أفكار مختلفة ولكن متسلسلة يعني هذه واحدة من أعمالي اسمها الغشنة كنا إحنا يعني أربع بنات خلاص قم دربنا أستاذ مازم في المباني أعطي العافية بس كانت الأعمال يعني الحمد لله عندي أربع صور من ضمنها هذه الصورة الصورة هذه تمثل جلسة شباب طبعا لعبة الكيرم معروفة من زمان والصورة الثانية هذه اللي هي لبسهم أيام زمان ستات القبار البرانسيس المحرمة والمدورة طبعا كانوا يلبسونها زمان خصوصا في احتفالاتهم مصورات مبدعات طورنا من أنفسهم من خلال العديد من ورش العمل التي نتج عنها معرض ناجح بكل المقاييس وصور مميزة تحدثت رغم صمتها